اشتركوا في القناة مصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي ودنيل كما طالب سيادته بنقل تحياته إلى شقيقه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني كما أعرب السيد الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق خاصة في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمعاونة على مواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد من جانبها أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين مثمنة الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة ومعربة عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحا كبيرا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد بما يرعي عدم الإضرار بدولتين المصب ويحافظ على حقوقهم المائية وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي لاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خاصة في ظل دورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية فضلا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية كما وجه السيد الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة سعيا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير من جانبه استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الانتاجي لوزارة الانتاج الحربي وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها والتي تهدف إلى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية خاصة فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعي الكهربائي ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة